ايام قليلة عاشها اهالي مرزق بعيدا عن اصباط المدافع والرشاشات بعد ان سيطر الجيش الوطني على مفاصل المدينة وطرد الجماعات المسلحة منها الا ان هجوما مباغتا شنته هذه الجماعات السبت اعادت فيها سيطرتها على المدينة مجددا ليبدأ فصل جديد من المعاناة داخل مرزق مسلحو المعارضة تشادية المتحالفين مع جماعات محلية منها المصنفة ارهابية كما جالس شورى بنغازي ودرنة بامرة حسن موسى السوق لتباوي تحصلوا على دعم مسلح من ذخائر واسلحة عن طريق المجلس الرئاسي وذلك بعد ان وصلت بحسب المعلومات الواردة عن طريق مطار اوباري قادمة من ترابلس ورغم الغارات التي شنها سلاح الجو على مواقع للقوة المهاجمة فان التعزيزات الكبيرة التي وصلت اليهم تحت مسماهم المزعوم قوة حماية الجنوب كانت كبيرة وسمحت لهم بالتحصن بين الاهالي لتجنب استهدافهم المباشر من قبل الطائرات الحربية وتزامن الهجوم على مرزق مع قطع التيار الكهربائي عن المدينة وقطع الاتصالات لشبكتين لبيانا والمدار اضافة الى اقدامهم على ادرام النيران في عدة منازل بحي لمجريف ورغم ارسال وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة قوة قبل ايام الى مرزق لضبط الامن فيها الا ان سقوط المدينة بيد المسلحين يترك باب التساؤلات مفتوحا على مصرعيه حول ما اذا كانت قرارات الداخلية وقدرتها على التأمين جدية ام ان الاولى ان تبقى وحدات من الجيش لتؤمن المدن المحررة حديثا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة